أختنا مي السلام عليكم عليكم السلام إزايك يا شيك حالي سلامك الله من كل سوق ومكرون مش مصدق نفسي أنا بكلم حضرتك على راسي ربنا يا فظي دلوقتي حضرتك أنا يعني أنا ما كنتش بصلي قد كده وما كنتش بعمل حاجات خير كتير أو ما كنتش بغر قرآن يعني يعطيبا أنا كنت بلدة خالص زي ما حضرتك قلت قبل كده فأنا جيت دلوقتي عايزة طب لربنا وبقالي شهر بصلي وما بقطعش صلى الحمد لله وبقارة قرآن وبقارة شرط البقرة بقى اليوم ختمتها فأنا خايفة يكون ربنا مش متقبل مني أنا تعبانة طيب طيب يا مي طيب يا مي اسمعين يا مي من التلفون يا مي حاضر 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 أرجع ونجاوب على الأسئلة بعد ما تصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ونروح للستة مي الستة مي بتقول أنا كنت مصرفة على نفس في المعاصي أو زي ما أنت بتقول يا شيخ كنت بلدة طيب الآن ربنا خد إيدك ومتنى عليك جميل عظيم قوي إيه الكصة بقى بقت بتقرأ قرآن وبقت بتصلي حلو زي الفل الشيطان يسيبها لا هيسيبها إزاي ركز بقى خليك ناصح الشيطان يا سيدي معاز مع ستة مي مش هيسيبك إنما الشيطان يقول لك إيه؟ ما هو ربنا غضان عليك ومقبلش تبتك لازم تشوفي إشارة يبعتلك جبريل بقى عشان يقول لك إيه بل تبتك أبدا كلام فاضل ربنا حكم بقبول توبة من تاب يا كل الناس يا من زنيت اسمعني يا من سرقت اسمعني يا من قتلت اسمعني يا من فعلت كل المحرمات والموبقات اسمعني يا كل مسرف على نفسه وكل مخطئ في حق ربه وكلنا ذلك الرجل اسمعني ربنا حكم لك في القرآن الحكم خلصان مش محتاج كلام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا شوفوا الجمال طيب اللي فات يا رب ربنا بيقول لك إيه خد بالك ربنا بس مش إحنا إحنا لما حدي بيزع عني ست لم يسمي زعلاني طبعا للأسئلة صغيرة قوي وقلت لها طب هاتي لي تاب على حسابك حتى بص فيه مش راضي يا فام زعلاني فأنا كل ما ترضيني عمري ما هنسالها الموقف ده أبدا وكل ما تيجي تتكلم معي ولا فاكرة لما ما جبت ليش التاب وأنا عدت في الأسئلة لكن ربنا بقى وله المثل الأعلى لا ربنا بيقول لك اللي فات مات شوف الجمال مش اللي فات مات بس لا ده اللي فات مات والسيئات بتاعت اللي فاتت تتبدل على طول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدلون